بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله اليومين ان شاء الله غادي نتعرفوا على الديسكتوب ديالي او البيرو على المحتوية دياله وشن البرامج اللي كنستعمل انا كل نهار فعلى بركة الله خلينا نبدأ فهنا مجموعة لدوسي فهنا مثلا عندي الكور هنا فمزيل انسان يكون دائما عنده الكور في البيساشي كما كانت اي برغرام إللستراتور مثلا فوتوشوب برامير برو اي كور مثلا فكيستفد منو كيتعلم وحتى ويدا ما كانت عندو الكنيكسيون كيمكن لو يدخلو ويراجع اللي فيديو او لا يستفد منو يتفاق يتشوفهم لأول مرة ثم كان وجدو سو بيساي اللي كان في ويندو السبعة كانوا يتشوفهم لأول مرة يتشوفهم لأول مرة او فا قبلو انو السبعة كانت بوستوى طراباي يعني معروف فا قدو بار ليدسك دور قدو بار ويدا كانت شاي لكتر سايدي ويدا كانت شاي حاجة حالة هنا هنا قدو بار ريزو ريزو فا مليكوشي ريزو لوكال في لزيات او لا شي بيسي شي سيرفور او لا شي حاجة اذا كنت جبهو هنا بعد كنت جبهو الكوربة فالكوربة مهمة خصد في قدائي من فيت وعليش باش ما كيوقعو شي تساشا نوجز في الحاسو فكل ما كنس كوربة عامرة كل ما كيوقعو شي تساشا نوجز مش بلوكا جميه في مياه ولكن يريك تساشا نوجز فكيمكن الفيديو هاله تشكل هيدا مثلا فيديو الكوربة يدبني عندي اصلا عندي فيت لديك شي ما طلع ليش هدي وكين واحد طريقة ومشي كين واحد طريقة باخرى باش دا فيديو ها بتخلي هادا ايمان فيت هي انك ملي دمساح لي فيشي تكيالي شيفت وسبخيمي مع بعضهم بلا كدد دعمي شيفت وسبخيمي فالفيشي كيتمساح بلا ما كيقوز على الكوربة فانساس ما قلت انا الكوربة هي سطل دزبل يعني ملي كادمساح شي فيشي كي نزل فيها باش ويدا انت نادم معاك الحالو بغيت يدود داك الفيشي كادرودو ثم كان جبرو أدوب أدوب أكروبار ريدير هادا هو برنامج معروف كيقرى اللي فيشي بيدي اف فالفيشي بيدي اف مثلا عندك شي بيحت وغاد تهنن شي بطبعة مثلا طبعو فإذا كان عندك في الوورد ومليد ديسان مول مطبعة ديك مول مطبعة كانو عندو شي بخيفرون شي كنفيجوراسيون في الوورد مخالف عالي ديالك يمكن يوقع بعض المشاكل ولي هادا كانت تطرد تغد ديك الفيشي بيدي اف باش كيرجع بحال نسخة مصورة يعني اللي غيدهار في هات بيسي غيدهار في هات بيسي غيدهار في التليفون غيدهار في أي موطع في تحت تلك الفيشي غيدهار نفس الشي ولي هادا كانت تطرد وننستل له هاد البروغرام هادا باش كيقران نهاد انه عندي فيشي هادو ثم كنجبرو ادوب كرياتيف كلاود وهو عبارة عن بلاي ستور ديال ادوب يعني بحال بلاي ستور ولكن هو خاص بمنتجة ادوب فمننو كتقدر تشري اللي بخدوي ديال ادوب ومننو كتقدر تدخل الاسباس ديالستوكاج ديال ادوب اللي كاتيواكم اللي كتشري منو شي منتج يل اغير ديالك مهم لسيروز ديال ادوب كمين موجودين فيه ثم كنجبرو افست افستوه من اشهر الانتفيروس فهو بطبيعة الحال مش يمججاني فهو مدفوع والاتمينة ديالو كتختلف من وقت ان وقت مثلا كيكون بلاك فاري ديال خيس مثلا كيكون في بعض الوقات اخرى غالية ديالك شي لحاسب مورا ديالك شي نجبرو ايو اس اوتيليتي فهدا برنامج خاص بصور يعني يمشي بالصور بالكاميرات كانون فمنو كندخل الصور من الحاسور فهو جميل جدا حس كي نضم لي في شي مزين فكيمكن نضمو على حساب التاريخ ولي حساب بزاف ديال كنفيجوراسيون فهو ثم ما كان جمعه فايزيلا فهاد فايزيلا متلا اللي عندو شي سيتويب او اللي كي تتعامل مع ديك مواقع تستوكاج اللي بايع الصور او الفيديوهات او اللي kuno or مثل الحال هيده في عنيه كي تتخن fare allhhh فمليك هتخن undo och questions فهاز знаете quantawsiche تتعود باللول ولكن خاصة عن طريقه هاد برنامج هدا فيا مليك هتخنق زيلا قي ينطلق في شي موطع اللي وقف من 여브 موها كنشبه فريدولو دميناجر فهو نسخة جميلة جدا هذا البرنامج هذا جميل جدا كي ممكن نحمل منه كل ما يحتاجه إلهي الإنسان في الإنترنت سواء اللي في شي طورينت أو لا فيديو دليوتيوب أو لا تصوير أي حاجة أي حاجة قد تحمل منه فهو بحاله بحال شابه ببرنامج المشهور إنترنت دولو دميناجر ولكن هادك ماشي فري ماشي باطل وهذا باطل هاده بلا فلوس ثم كنشبهو جوجل كروم فالكل كيعرفو فهو نابيكاتور متصفح منه تقدر تصفح كل شي والموها هادك شي كنشبهو جوجل دوكس فهو هادو الناس اللي ما عندهم شي رووضر أكسل ميكروسوفت أوفيس كيمكن لهم يخدموا مني هنا ولكن بصراحة تقيل شوية تقيل شوية على على الأوفيس ومالأحسن الإنسان يخدم الأوفيس وما يمقدر نعملون شي فيديو مع الوقت موها هادكو جوجل دوكس كيمشي على حساب الكونيكسيون ديالك مثلا فتحه شي دوسي شي في شي هيدا جوش نوفه موهما على حساب الكنكسيون ممكن يكون تسقيل ممكن يكون خفيف موهما كان نصح شي به كان نصح شي استعمال ديالو أولا قريبا كل ما كيجي في الوقت وطبيعة الحدك شي ناقش شي حاجة مشي مية في المية ولكن كيفي بالغامة خصوصا أصحاب الطابليتات يعني الناس اللي ما عندهمشي الوفيس. ثم كنجبوه هادو عود في حالة الاكسيل وديكشي موين ما عندهم طاق ديالهم هادو. فما عنا ما نعملو بيوم فاتساعة. ثم كنجبوه هادا آآ كلايتس ميديا بلاير وفين يا اخا ايا في ازي هادو. فهو ما كيقروا اللي الفيديو اللي ما كيقراهم شي ميديا بلاير ده دل ويندوز. فمثلا ويدا تلي شارجيتي شي دلي في شي ده ش دل فيديو دليوتيوب وادش هادا. ويدا كمثلا في الفي ماري قرار لك شي الليكتور دل ويندوز. فكا تطرد انستالي شي واحد من هادو باش كتقرا بهد نوع دلي في شي. وفي الساعة ودفي اعدادات اخرى في ستريمين وفهو بزفت شي اخو. او بي ايس هادا برنامج خاص ويلي كنكبتوري بهده بالإكران. كنكبتوري بهده بالإكران بالفيديو او بصورة. وطبيعة الحال يبكلك دعمل ريس صوت بوحده يبكلك دعمل ستريمين ايكرا يعني دعمل اون ديركت بالنسبة نصحاب الجايمين. مهم برنامج جميل جدا في بزفت الاعدادات. ثم كنجبرو هادا البرنامج هادا وين اكس يوتيوب دولودر. دولي شرحناه بارح. وخاص باليوتيوب. ولي بغا يدع لها واحد الفكرة يتخون الفيديو تبارح. ثم كنجبرو افتر افكت. افتر افكت فهو برنامج كي نعدلو به مثلا الفيديوهات القصيرة مثلا بحال ديك الانترو اللي كتفتح مثلا شي فيديو في اليوتيوب. كي طلع لك واحد الانترو يعني بحال واحد دخلات الفيديو. فيها اللوغوش عرض القناة. مهمة باقي ما اعدلتاشي ولكن قريب ما اعدلوها ان شاء الله. مهمة كتعدل في المسائل بحال هيدا اللي كتكون اعمل بحال غرافيك ولكن موشن. غرافيك بتحركة. ثم كنجبرو اضب اوديشن فهذا برنامج لتعديل وتحسين الصوت. خصوصا اللي كنشجره بميكروفونات. ثم كنجبرو هادا اضب تي انجي كونفيرتر. هادا برنامج هادا اه كنفيرتو بي اه اه ا ا لي في شيرو يعني اللي في شيرو او ایا متلا صورة الخام يعني كتكون اه اعني الصورة فيها الرو فيها جيباك. فالرو هي واحدة نسخة كي تكون كبيرة شو هيا جيباك. كتكون الخام وكتحتافط بالمعلومة اكتع على الصورة على جيباك. اما جيباك مكحتافتي بالمعلومات بززف. كي Atlanta حجم ديالي عادة صغير على الرغم. فالفشيرات اللي كانت دخلون بيسي من الكاميرا مثلا اللي عندي انا او بعض الكاميرات اللي خرجوا الاخرين. فالفوتو لايتروم لايقراشي مثلا. مايقراش ديك الفشيرات. فكنتطرون كونفيرتيوان دي انجي في هذا البرنامج هذا. باش كنقدرون فتح ديك الفشيرات في الليتروم. ثم كنجبو قدو بيلستراتور. هذا هو اللي كعاد بلو بها مثلا اللي لوجو والشعارات وكعاد بلو بها الدعايات. لكارت فيزيت. يعني هو كعاد تسامت على الفكتور. يعني شنو الفكتور? الفكتور ماشي هو الفوتو. الفوتو كدع تسامت على البيكسل. ديك المعباعة صغارين. من كتقرب الفوتو كتزوميها. كيخرجو ديك موعباعة صغارين. ولكن الفكتور اللي لو أخد قد قرب حتى أنا شحال ما قربتي. ما كيدهروش لي بيكسل. ما كيدهروش لديك المربعات وهذا الأغناء سنعطل عليهم إن شاء الله شيكوخ حتى الأيام قديمة إن شاء الله ثم نجمع Adobe Lightroom Lightroom فهو برنامج يعني يمكنه عندك بالزبط الصور يعني بحل كتعدل كتعدل كتار يعني صورتي شي أوبسية ولا شي حاجة شي خرجة وخصيت خلي لديك الصور تخطيهم مع بعضهم وتخبرهم مع بعضهم فكتستعمل Lightroom والآن ندخلو Photoshop ففوتوشوب هو برنامج معروف يعني منتج دي فوتو ولكن Photoshop بكيكون متعمق أكتر من Lightroom ففوتوشوب تقدر تقطع بهلو الصورة وتقدر تجلب منه التفاصيل أكتر أما Lightroom اللي كتتحكي مثلا نريف مسائل خفيفة مثلا بحل الضيل مثلا الألوان مثلا كلاريتي مسائل بحل هي توصفين إيش حاجة بسي توصف ولكن فوتوشوب تقدر مثلا تقطع تصوير منه نبدع لصورة أخرى تقدر تدعمل بالزبت المسائل ستشوفهم إن شاء الله لاحقا Premier Pro هو برنامج خاص يعني المونتج المونتج دي فيديو فأفتر إفكت كي عدد له باري إنترو يعني يريد تخلال الفيديو صافي وكي بالزبت شي أخوي ممكن دعد له أفتر إفكت مش يضعور يريد تخلال الفيديو أما Premier Pro فهو اللي قد تخيطي به الفيديو كامل بمعنى أنا أفتر إفكت يمكن لك تبدأ فيه بروجي بلا ما تأمبورتي فحتي شي في شي ما تأمبورتي فيه الفيديو لا ولو يعني بروجي يعني باش بيطة تبدأ نخدمه منه ودخله وعدله ودحت تتخرج منه شي 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 حركة مزيونة شي موشن مزيونة أما Premier Pro إلا Premier Pro ضروري قد تدخل له الفيديو وطبيعة الحال فيه قد تعدل على الفيديو تبدلوا الكولوريز قد تدخلوا لفيلتر قد أعمل الترانزاكسيون قد أعملوا بزاف د الشي و و اللي كيستعمله أغلب اليوتيوبير عندك Premier Pro بالنسبة نصحب الويندوز وعندك Final Cut Final Cut كيستعمله أغلبية نزل مك كينا البرنامج هذا عاود جميل جدا فهو Core Temp فهو خاص بحرارات البروستسور كيطلع لك الحرارات البروستسور فهذا يصلح بزاف للنسبة لجايمينج فأنك يكونو كيتخطو بزاف على البروستسور وحتى ساعة ساعة في المونتج كيوقع هذا المشكل هذا فالبروستسور ملي كيسخون هذا البرنامج هذا يمكن دعمل له مثلا الإعدادات ملي وصل البروستسور من واحدة درجة معينة إما الحاس بيتطفى إما ينبها كوصافة فهمت جميل يعني خاصية جميلة جدا مكينة في الويندوز ضغير خصية انستال شي لوجيسير بحال هيدا باش دا قد تستفد من هاد خاص هذا فطبيعة الحال وإذا عملت مثلا مياد درجة يتطفى الحاسر فالله ما يتطفى ولا يتحرق ثم كنجبغو GIMP GIMP هو الشابه بالفوتوشوب ولكنه مجاني فوتوشوب نسخة مدفوعة ولكن GIMP مجاني تاوي إن شاء الله قدر نعمله على شي كوخ فهو برنامج جميل جدا في المجموعة عملي المميزات وخاصة به ما كناشي في الفوتوشوب وبطبيعة الحال ديكسان سعرف على الفرقات اللي كانوا بينهم بين الفوتوشوب فهو ما بجبنهم كيتسنفسوا يعني منافسة شاريسة بينتهم في الانترنت أو لا بين الديزينير و ديكي إديتي والصورة فهنا كنجبغو جوجل درايف جوجل درايف هو واحد نساحة ستوكش كعطيها لجوجل بمجرد أنك تكري جيميل فبالزبت الناس ما يعرفوش أن جوجل كعطيك واحد 15 جيجا تستوكش وطبيعة الحال استوكش هذا يكون يعني أونلاين يعني يمكنك تفتحه في أي بي سي في أي تليفون يمكنك تدخل هذا الدوسية هذا وتطالع عن المعلومات ديالك ودبريتي مثلا تخلص وممكن تستفيد 100 جيجا 200 جيجا واحدة الطيراء وجود الطيراء إلى غير ذلك هذا Microsoft Edge هذا في حال Internet Explorer اللي كان قديم ولكن هي عادة ما كنستعمل شي بزف أنا ما كنستعمل شي شخصيا فهو نبيكراتور عادي وصافي يعني بحال Internet Explorer هذا يعود Opera عود حتى هي Navigator عود بحال Fireworks بحال Google Chrome ولكن أنا عادة أسنع كنستخدم Google لأن الأغلبية الشغل اللي كان نستعمل أنا يكون في Gmail وGoogle يعني ما كان خرش على هاد البيئة هادي فGoogle طبيعات الحال هو مو Google Chrome فحاجة طبيعية أن السلسة في خدمة Google Chrome على الخدمة Google تكون أحسن وهذا Panod Configuration فا فا كان تشوف جميع الأداد تحسن فكما هو معرف عند تقريبا عند الكل وهنا وهنا أعود نجبر وإذا كان شي برنامج هنا مخفية ما أقدر نشوف ها في فيديوهات آخر وهنا شي تساؤل أو شي ويح تخصو شي صح شي برنامج معين من هذا البرامج هادي فقل ألي في كومنتر وإحنا رهن الخدمة فالهدف دينا هو أن نبصر المستخدمين ويتسعلم ويخدموا في الحاسوب يعني بلدك الخوف يعني بلدك الهاجز الخوف أنهم بلدك يتكيو على شي حاجة وتخصر لهم وتخصر لهم الحاسوب أو يتخصر لهم للكonfiguration أو لهذا مهم نحاول وإحنا نطلع على المسائل المهمة في كل برنامج يعني الأساسيات باش الإنسان يزول لهذا الهاجز هذا فكان إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته